السلام عليكم ورحمة الله حبيبنا سبعة الفل يا الأخبار اقتنى الناس تأتي يا الله شباب اين الشباب حبيبي يا عاطف عمجد أحمد نورين حموكسة حبيبي حبيبي يا عاطف ربنا عزك والله انا بحبك انا كمان يا عم عبد الرحمن ازاك عبودة عمر عبد الحميد عمر فرحات سايل فل يا رجال تحياتي لك من امريكا اللي بحي من دبي ايه لا اكبار طمنون عليكم احسنه والله حبيبي ربنا عزك يا بحمد سا اخبارك محمد سايد الغيبة شوية ظروف والله كده هو شوية تثبيتات كده دعوتك حبيبي يا عبودة اخباركم ايه طمرونا عليكم حبيبي يا عمور خدينا نغير الكاميرا تقطني شايفيننا على طول الليف النهاردة من الشغل يا رجال لسا تتفرج على الليف اللي فات ده ايه واحد جديد حاضر يا بعمل لك لايف على طول عنقية ده الشغل الجديد يا شباب. هذا هو الشغل الجديد. اسكندرية كلها بتسلم علي وانا بسلم على اسكندرية كلها حبيب. حبيب حبيب حبيب. اه طبعا بإذن الله. يعني بإذن الله واحد احد ان شاء الله ربنا يسر امور. وعمش عارف اهو. هي عاملة زوم على وشي الكاميرا ولا انا متعيق لي ولا ايه. مش عارف. حاس لانا وشي لازق في الكاميرا. مظبوط ولا انا ادي تهيوات. لا شكلها تهيوات. حاضر هرد عليك يا شباب. عشانا غالبا يعني قدامنا عشر دقايق مش هنتابل في اللايف. اه كنت بسأل تكليف العفش البيت من قطين تكلفني كان في تكساس او في انسلفانيا. على حسب السرير انت هتجيب سرير ايه? ما على حسب يعني انت ممكن تكلف من اول الف وخمسمية دولار وانت طالع. اطلع لفوق. ممكن تشتي المستعمل بس انا برشرح المستعمل يعني عشان الحشرات والحاجات الدين. ممكن تشتي المستعمل بس انا بس انا بس انا بس انا. تن مينت. تن مينت. تن ال succeeds. واحد عايز يضخل. قدامه قدرت له قدامك عشار دقايق. مش عائل الكومنت يطارد. حبيب يا حبيب. ممكن طيب تيجي جروبنا. ده اللي هو فين الجروب ده عمر. مش عارف ايه ايه الجروب. مش فاهم فاهمني. ايه الطرق اللي دلوقتي المتاهة اللي اشتغل عليها للسفر غير اللوتري. السياحة والدراسة والجواز. هي دي الطرق اللي انت ممكن تيجي لامريكا عن طريقها. حبيبي يا عوض ربنا عزك تمام والله. انت شغال في الاي تي ولا ايه لا مش شغال في الاي تي ان شغال سيلز. عملت ايه في موضوع العربية تمام العربية ردت يعني. تأمين اه غطة تكاليف البتاع يعني. طبعا هي تعملت ان هي تكهينت كلها. وتعملت total lose. فده اه 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 بيعوضك عن طرق العربية بياخد العربية هو بيديك تمانها. طبعا باش تمانها الاصلي يعني اكيد الفلوس بتقيل. شوفت اللاعب تتنهامل لشبه اه. طلع طلع شبه يا حوض. حوض يا علي. طلع شبه فعلا انت خيال? بصيت على الصورة كزا مرة شوفت له كزا صورة. هيسم مصطفى حبيبي هيسم. شوز هيسم حبيبي وحشنا والله. قمنا عليك. طيب انا بتالت السنة وحاليا وهنخلص كمان تلت شهور اركز على ايه? نركز انك تتعلم انجليزي. ده هو الهام. لازم ايه. جروب عيش الحلم الامريكي. انا حاليا يا شباب من يعني اجازة من الفيس. اجازة طويلة شوية. فانا مش بكتل جروبات فيس خالص حاليا. خالص خالص خالص. حبيبي يا ميدا. خبارك. حبيبي. لوالله الواحد بيبقى فرحان صراحة لما بيلاقي يا حبيبي. وكده احنا عيش مع بعض بقالنا سنتين. صح ولا غلط? مين يا جماعة اللي كان متابع معانا من اول ما فتحنا القناة? عبيبي يا عبوت. طب مين اللي معانا من دول مختلفين? مين اللي موجود معانا من دول مختلفة? يلا عشان فيه. في حاجة للمتابعين ان شاء الله. كده هعلن عنها ورائب بإذن الله. في حاجة للمتابعين يا جماعة. في هدية للمتابعين هنتم اختيارها عشوائيا من لايب. تان مينة. تان مينة. حبيبي يا تان مينة. عن الكورونا طبعا. انا بحضر الفيديو عن الكورونا قريب جدا جدا. هيبقى فيه شغل عالي. الا استنوا عشان هوريكوا حاجة بما انتم معايا دلوقتي. باركولي الاول. مين اللي هيبارك طيب. اه. اللي هيعرف ايه اللي في الصنطة دي. يعني مش عارف اولي حاجة عندي. ايه اللي في الصنطة? او حاجة ايه اللي فيه. الله يبارك فيك. ايه. ايه اللي هيعرف اللي في الصنطة? ليه عنده دهية. يلا بسرعة. اعد الحد عشرة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. اماني. تسعة عشرة. هو فعلا. بس كده طالع في كاز اختيار. لا لا لا. خلينا بتاعها مع بعض. ده الله يا شباب. انها السوني. انها السوني. ما بحبش الايفون اللي بقول الايفون ما بحبهوش والله. انها العزيزة. اهيت. انها السوني. دي الكاميرا الجديدة يا جماعة. يلا بركولي بقى ما فيش مبروك. ما فيش مبروك. فيه ولا لا. دي اللي هنعمل لها بها. هنعمل بها بلوجات لزيزة. اهي اهي. اهي. حبيبي اهي اهي اهي. بغداد اخبارك. طمين عليك. اه. دي الكاميرا الفور كي الجديدة. طبعا انتم بقى ايه من اهتمامي بالقناة واهتمامي بحبايبي واخواتي. قلنا لازم بقى نزب بطلوكوا حاجة جديدة كده كويسة وبتاع وصورة لقبيكو. فقلنا نجيب كاميرا نظيفة كده ان شاء الله كده نصور بيها البلوجات بتاعتنا والحاجات دي. فان شاء الله يعني ايه? كده اهمتكم معنا. طبعا مش هقول لكم ما تنسوش ده ده طبعا الدعم بتاعكم. لازم لايك ولازم كومنت ولازم شير عشان القناة تكبر البلوجات بتاعتنا تكتر وزبطوا الدنيا. مش عايزين طبعا ايه? جوصية. تمام? دي. طبعا احنا نتلعوا اللايب بالموبايل عشان سهل سهل الحركة شوية. كانت افضل للبلوجات جي سيفن اكس. لا يا محمد اتمام. جي سيفن اكس. ارخص من دي. دي. 4K جي سبن اكس معا بابتصورش 4K دي الجودة بتاعت عالية جدا ببخش بس اسمها سوني اسكس 400 حاضر يا جماعة بشي حقيب ان شاء الله نشوف فاضلينة قدي في اللايف فاضلينة 3 دقائق في اللايف اه الله شباب بلاي ستيسن لا يا عمر نعير دي نعلك في بلاي ستيسن بصوا شباب اه انا هقول لكم عشان بس انا لما باتكلم انا عند وعدي لو وعدت حد فانا عند وعدي لما انا هعمل ان شاء الله بازن الله قريب جدا 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 هو دلوقتي الناس اللي وعدت هنسى اخش عالكومنتات واشوف اللي توقعوا ان الشنطة اللي كانت قدامي فاقي اه ليهم هدية عندي الهدية انا هعلن عليها وطبعا عايز اقول لكم على حاجة كمان اه هيبقى كده واحنا مع بعض في اللايف او في الفيديوهات هيبقى فيه تريكات كده او شوية حاجات كده لذيذة دي هتبقى للمتابعين عندي هيبقى سئلة هيبقى فوزير هيبقى سؤال في الفلوج نفسه هيبقى اي حاجة المهم هيبقى فيه هدايا انا هجمع اسماء الناس اللي بتفوز معايا كل مرة طبعا مش هيبقى كل يوم او مش هيبقى كل الفلوج وهجمعها وهداياهم هتتحدد هنقول يا جماعة فلان احمد محمد مثلا فاز معانا بكذا ان شاء الله كل الاسماء هتتجمع عندي واول نازلة لي مصر كل الهدايا دي هتتجمع وهنتقابل كلنا وتتوزع لكل الناس واحد واحد دفع انا ان بالدول التانية انا مش عارف بقى هتبقى طريقة التواصل ازاي ونحاول نشوف بقى ايه حد من البلد اللي انت فيها ويوصلها لك حد صديق نازل بتاع مش عارف ايه بس ده انا نويها تمام انا في هدف دماغي كده بس عايزين نوصل لكل حبيبنا كده واخوتنا ويبقى فيه تواصل ما بيننا مستمر انتوا عائلتي يعني انتوا اخواتي وحبيبي وعائلتي فعادي يعني الهدايا ما بيننا شي مستحب حبيبي يا سجود حبيبي ربنا خليك واليان حبيبي ربنا خليك والله والله عظيم حاجة بتفرحني جدا 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 لما لقى يا حبيبنا كده لسه فاكرنا ايه حبيبي ربنا كده لسه فاكرنا ولا نستونا تمام ماشى سجود بنت وفيش مشكلة طبعا انا ايه هاختم بدي ان شاء الله عشان خلاص كده خلاص في حد برا ولازم الدنيا تتضبط فانا هتطر اصيبكم دلوقت ان شاء الله لنا لقاءات تانية ولنا فيديوهات تانية اشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة